السلام عليكم ورحمة الله متسبعي قناة فلوغوتاوي لبيتي الشانل مرحبا بكم فيديو جديد على القناة إن شاء الله هنا الإعجاب لكم وحتى الناس لأول مرة يشوفوا القناة ديالي نقول لكم مرحبا بكم اليوم إن شاء الله أريد أن نشارك معكم المنتوجات التي يظلون بعض الناس غفلين عليها ولا يزعون عليها ولا يسألون عليها ولا يرقوها المهم نحاول أن نوضح لكم إن شاء الله ما يكاين كيف تعرفوا ألمانيا معروفة بالمخبوزات الخبز عندهم رائع رائع ما شاء الله بجميع أنواع الحبوب القمح الكامل الشعير الشوفان أو للخرطال وزيد وزيد النكهات متوفرة وبأسعار جدا مناسبة أنا الفطور يعجبني غالبا هذا الخبز هذا اللي كان قطعوه شرائح كي يأتي لديد بزفحة الخبز ديال القرية كي يأتي مقرمش من الخارج هي قد تقطع مهم بزف كيف أريد لكم هذه الألة ضروري ما نحطوه في الحافة ديال كي يأتي للمشطة أو الأسنان كي يتمسك لأن الخبز لا يتحرك وإلا يبقى الخبز يتقطع بشكل طولي ويأتي هنا الشرائح متساوية من بعد نقفلوا الباب ضروري للحماية ونضغطوه على الشرائح كيف أريد نوش سميكة أو رقيقة أو غليظة ويكون هذا الشكل ديال الخبز ونضغطوه في الكيس ونمشيه في جهات الخبز غالبا ما تلقوه هذه اللائحة اللي بيها المكونات ديال كل نوعية خصوصا الناس اللي يعانيه من الحساسية أو من غريتن فكي شوفوا التفاصيل ديال الخبز اللي ينسبهم وأكيد كناخدوا أكياس من أجل النظافة والحماية باشي لكونا غادي ناخدوا خبز فرضي اللي ما غاديش نقطعوه كما شفتوه في البداية فاملكمشيوه في الصباح ما شاء الله الخبز كيشهي وتبارك الله يكون الإقبال عليه الناس كتاخد بالزاف صراحة لأنه أشكال كي قلت لكم متنوعة على حسب مكونات دياله وكان اللي مخلط يعني وعلى حسب النكهات كل أسبوع كنو كيديروه مراتب الجوز مراتب الطماطم المجاففة مراتب الزيتون كل مرة وشنو كيكون التنويع كل أسبوع هادي الجهة اللي كتكون خاصة بالتحلية كين ميني دونات كين دونات بالشوكولات هادو البنية معمرين كين شوكوك خوصون كين بوتاك خوصون هادو المورقات عمرين بالتفاح بحالة النوع الخبز أولى الفطائر كيكون خاص بألمانيا كيتسمال بغيتزل وكيكونوا فيه أنواع وصراحة جلدي دو مقرمش خصوصا مع الزبدة هادو البغيت الفرنسي وهذا هنا الخبز يعني اللي مفنت في الزرع كين واحدة شكيلة اللي رائعة كين الخبز اللي ملعجينة البطاطس وهذا خبز زرع او للقمح اللي مخلط بالشعير مع النخلة ديال الزرع واحتاد الخبز رائع بزاف بالملحة والكامون هادو بريوش بالزرع كي يجي مقرمش والديد وهناك رواصة هدي ماشي حلال اكيد لان فيها السلامي ورقات بالصبانيخ وهذا شنيك بالجبن هذا الخبز العادي يعني للساندويتشات او الفطور هذا الخبز اللي مفنت بالزرع ديال القرعال ديال بزاف وهذا بالزرع رعو بالزرع الكتان وهذا خبز البغيتشن الالماني معروف على شكل وردة وهذا ايضا نوع من البغيتز اللي سبق لي وذكرت لكم كي يكون عليه الجبن دائب كي يجي لديد بزاف وهذا البغيتز الاصلي اللي معروفة به منطقة البايرن خصوصا وهذا البغيتشن العادي بازيك وهذا الخبز هذا يجي مقرمش من براس ميتوك خستيني وهذا جبنس بالفارينا اللي بقيت عقلة تهوى بالزرع وهذا الخبز الرائع يعجبوه فرصة هذا الأسبوع كي يجي دابراء السنة كي يبدعوا أكثر وأكثر بالنكهات والتوابل وهذا الجناح الخاص بالبيو كي يكون زيت شوية في السعر ولكن كتعرفو شنو كتاكلوه وكل أنواع الخبز لديدة وصحية صراحة كتاكل غير قطعة بحل هذه الشعير تشبعك كنتمنا تكون هذه التشكيلة واضحة بالنسبة لكم لأنها صراحة كتير لكي نصور كل شي فكان نصيحة حاولوا دائما تأخذوا الخبز اللي تكون مكتب عليه يعني ذاك الخبز بالفرن التقليدي الحجري كتاكل في واحدة لده رائعة فكانت هذه التشكيلة في المخبزة الليدل اللي بشكل يومي وحاولوا تعتمدوا على هذا التطبيق اللي سبق لي وشاركت معاكم لأنه بعد المرات كيدديروا فرصة لتأخذ جوج قطع والثالثة بلاش ندوزوا دابال تشكيلة الخبز اللي كتكون مدة صلاحية ديالهم أطول بحال هذا الخبز شعير الكامل الخبز الأسمر اللي لديد وصحي مقطع هكا شرائح نقدروا نستعمله كساندويتشات ندوزوا دابال انواع الدقيق اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش الفرق ما بيناتهم اللي كيبغي السميدة او الفينو كيقلب عليهم ما كيبغيهم شو هما هادو الفايش فيتسن غريس كتكون فيها 500 جرام والهارت فيتسن غريس كتكون فيها 400 جرام هاد الباكت الخضراء هي الفينو البادي اللي كندلو بيه المسمن او لا الحرشة والثامن ديالهم جدا مناسب هذا هنا الدقيق الابيض 630 نوعية جيدة ممتازة جدا للحلويات الثامن دياله زيت شوية ولكن روعة في الجودة هادي هنا تشكيلة من الدقيق اللي كيكون مخلط بالخميرة وبالملح كيكون جاهز للعجن طريقة تحضير موجودة كنضيفو الكيميا المناسبة للماء وكنحصلو على خبز رائع انا غالبا ما كنستعمل خبز شياباتا وحتى هذا دقيق ابيض 405 جرام لمعروف المطبخ ثمان ديالوحته هو مناسب وهذا هنا الدقيق الخالي من الجلوتن الناس اللي كيقلبو على شابليوغ او للخبز المحمس هو هذا اسمه بانير ميل كيلو كيدير 76 سنتيم بالنسبة للنشاء اولى المايزينة هي هادي شبايز شتاك كاتكون فيها 400 جرام ب 57 سنتيم هذا الشوفان اولى الخرطال كل واحد شنو كيسميه اسمه هافافلوكن كان هاد النوعية هادي الليبيو وكيدير 92 سنتيم غالبا ما كتستعمل في الميسلي وكينا النوعية الثانية هادي العادية فيها جوج ديال الانواع كينا اللي صحيحة اللي كتستعمل في الميسلي وكينا اللي شوية مطحونة نرجعو نكملو جولة في المعجنات الخبز والفطائر بحال هاد الكيك هاد اللي كيكون رائع صراحة بالنكهة ديال الحامض وبالنكهة ديال الشوكولات كي يجيب حالة صنوع في الدار هكيلة جاوكم ضياف الغفلاء ولا كنتوا تعبانين وما فيكم لي طيب فهدو كي اسللكوا الوضعياء والتمن ديالهو مناسب بززاف كينين على شكل طولي وعلى شكل دائري كيف كتشوفو بالشكل روخامي كي يجي رائع في المنظر وفي الماداق ايضا هاد اللي كوفخ هادو صراحة اخذتهم الولادي ما عجبوهمش في الماداق جاوهم قاسحين مشبح اللي كوفخ اللي كنضيرو في الدار كيكونوا ارتطبين ولكن كل واحد والاختيار ديالو والدوق ديالو هادو هنا الكواصون اللي كيبغو يفتروا بهم ولا يعطيهم لوليداتهم في المدرسة كين هاد النوعية هادي وكين هاد النوعية التانية اللي كتكون محشوة بالشوكولات هادي كنشوفها ألد كينين هاد الفطائر اول البريوش اللي كيحمقوا كيحمقوا عليهم الوليدات كيديو معاهم مدرسة خصوصا ان عمرناهم بشوكولات دهن وخمشي صحية بين يومينكم ولكن بين فترة وفترة ما فيها باس لكوفخ هادو احسن من الولا اللي يوليت لكم كيجيو لدادين الصراحة هاد المفنز هما زوينين يعني انا ها الحاجة اللي جربت كنشاركها معاكم كينين ديال شوكولات وكينين بالفانيلا وفيهم حبيبة الشوكولات الناس اللي كيبغو يديروا الرجيم اولا الاسناك هكا خفافين مني كيجي الجوع ما بين العشراء والحداش قبل فترة الغداء كينين هاد الشرائح هادو اللي زوينين بالشعير وبالحبوب مختلفة ونكهات مختلفة كيفما كينين هاد هاد الشرائح اللي مقرمشة يقدر الواحد هكا يياكلهم ويحسب راسه كا يمضغشي حاجة باش يشبع بالدقيق الكامل وكينين هادو ديال الشعير تهما صحيين بزاف كتديها كمعة صندويتشات ولا تاكلهم غير بحدهم كيفما كين هاد تفيباك واللي هو البيسكوت او للشرائح المقرمشة هنا يا كين البطبوت ها 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 كان الدقيق الابيض اللي مفند في السميدة كي جيلدي تصراحة وكان ديال الخبز الاسمر هاد الخبز الطوست هادو اللي كان نبغي انا كي جي يخفيف يعني كتحسو بحل ديال الدار كان هذا الابيض وكان الاسمر الغالبا انا كناخد الاسمر وكان هاد الخبز هادا تصندويتش الامريكي اللي معروف كي كي يكون خفيف كيفما كين هاد الخبز الهومبورغغ اللي بالحبوب اللي رائع وصحي و بالدقيق الاسمر واللي كيف تضل الخبز الابيض حتى هو موجود للسندويتشات وهذا هنا خبز التورتيلا اللي كي يصلح للسندويتشات بحل البانيني مثلا الواحد بلا ما يتعب راسو سبحان الله كتجي مرات شي ضروف لي الواحد مكيقدرش يدير مجهود في المطبخ فكي يكون البديل هو هادا وهنا في اخر الفيديو غادي تلقاه مختطفات من انواع الخبز مثل ما بينتلكون في البداية الخبز اللي كي يكون طري هذا الخبز كي يكون طيب نصف طياب بانواع مختلفة واشكال مختلفة وحتى يعني النوعية للتقيق اللي مستعمل كتكون درجة الحرارة مكتوبة وطريقة الطبخ مكتوبة كي يخرجوا بحلعات شرينهم خصوصا في الفخن عنده او في الويكاند او اليوم الأحد هنا في المانيا كي يكون كل شي مسدد فدائما الواحد يدير الاحتياط لبحل هات الشغلات هدي كنتمنى احبابي تكونوا استفتون انتم كتشوفوا هادا فيديو ما تنسوش تشاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش احتهما ياخدوا فكرة على الليدل والمنتجات ديالو احبابي ما تنسوش تدعموني باللايك والتعالق ديالكم ونقولكم تهلاولي فرسكم الى فيديو قادم بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة